السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة استاذ في خير الله يبغفك مولاي مبروكا لدي هاد ليلة دي وجمعة مباركة ان شاء الله الله يحفظكم ورعكم مولاي استاذ ونان احلق اقتراح نعم الى كان في الامكان بكل فرحة سيد عندنا مجلس صغير نعم قريب المجلس العلمي دي للفيدة ايا وقابل معي دادي نعم الى انك شو بخير بوديت زورنا عندنا واحد من كتابة ويتكي تشوف بدينا وخ باذن الله باذن الله استاذ ابتعلي أنا كنكون فيه تميم من العصر طلل المغرب ايا ان شاء الله احد المسجد العلمي دي للفيدة ما مسجد العلمي ايا قنقر بالمسجد السنة كا نعم كان قريب mieux بالمسجد السنة ماذه قريبه ولل baseline ām اس� Civic ايا كين وهدي احداذي التحدي ايا نعم оيد ايا ايا دا ustedes المباب ديوتس مقابل مع المسجد عندنا مجال صغير ومقابل مسجد نبيه Neboh ايا أخويا ايا إلا كالف إمكان أنا كنقوا في المجدد من الحاصرة المغرب إلا كالف إمكان تجي إلا عندك شيء قيت إيا بكل فرحة بولي تصرفنا الله يطول عمر تشوفنا خزانة للله يزيزك بأخير أي أخي مرحبا وعندكم خزانة علمية أي فيها كتب فيها كتب درنا كتب وتشوفهم لها إن شاء الله تعال وكل أهل الخير نيت عندهم الكتب لحمد لله نزودوا بها بإذن الله إيا أخي إلا كالف إمكان تجي كنظرنا الأستاذ المسلم هو عديل وسعيد كان يزورنا أيها ملائية إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا رفل من العاصر المغرب يومياً أنا ثم إن شاء الله إن شاء الله سيدة عبد العالي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله حافظك الله الله يطول عمرك ويبرك لك الله في الجهود ديالك والحمد لله هذا يسعدنا كثير أن خدام الله وخدام بيوت الله وهو خصوصاً اللي عجبني في سيدة عبد العالي هو أن المسجد فيه مكتب وهذا ينبغي أن يكون إن شاء الله بإذن الله الله يحفظك مولاي بين يدي واحد مجموعة ديالكتوب غدو ضعفش مكان يستفدو منه أكبر قدر ممكن من الطلبة والكتب التوراتية الكتب ديالسنة كصحيح البخاري وسنن الترميدي وكتب أخرى في الفقه كالفقه على المداهب الأربعة وكتب أخرى في الأصول كإرشاد الفحول للإمام الشوكاني وكتب أخرى فيها علوم وفيها فوائد ابن رشد كتاب ديالفقه ديالابن رشد وغيرها بداية المجتهد ونهاية المقتصد هذه أمهات الكتب وكان هناك الكتب معاصرة بسيطة اللي هي بأسلوب جديد كله احنا كنتمنى إن شاء الله في كل مسجد بيوته الله هذه واحد دعوة للناس القائنين على الشأن الديني الحمد لله كيبدلوا واحد المجهود عظيم وجبار وكانتمنى يكونوا في مساجد الأحياء مكتبات أي نعم هناك مكتبات كبيرة ولكن كتكون موجودة في مقرات المجالس العلمية دباهد المسجد المبارك اللي وقعت صالة صغيرة جقرب من المسجد العلمي ديالفقه وسبق لي زرت مرارا المسجد العلمي ديالفقه ما شاء الله في مكتبة ضخمة مكتبة كبيرة مكتبة يعني في هالمئات بل الألاف ديال المجلدات والكتوب وقاعة مجهزة لمن أراد أن يقرأ ولكن كيمشوا تمام غالبا أصحاب الاهتمامات لو درنا القرب لو درنا مساجد القرب مساجد القرب يعني أن في الأحياء الحي ديالنا وحد شاب غادي يخرج في الصباح غادي يبقى مع الدمي الدار يبقى يلعب في الفيسبوك غادي يبقى يهتم بالتويتر أو يهتم بمواقع التواصل الاجتماعي وبين قوسين أن قد تم تسجيل أن هذه المواقع تنقل أكثر من تسعين في المئة تفاهات تفاهات وسخافات ما عندها قيمة فنخاف على الجيل المقبل جيل أبنائنا يبقى كي تتعامل مع هذه الأدوات التواصل الاجتماعي يعني مشت في واحد تيار آخر تتنقل التفاهات والسخافات عوض أن تنقل العلم النافع والمعرفة الحقيقية وحبّد لو درنا مساجد القرب بحل مدرس القرب أو مراكز الشرطة دي القرب نديروا في مساجد القرب أيضا يكون عندنا كتب بشا الشباب دي المدينة ودي المنطقة يدخلوا أي نعم المساجد العلمية قائمة بالدات مساجد الحمد لله والمراكز ديالها فيها مكتبات ضخمة ورائدة ومجهزة ولكن شكلك يمشي لها يعني أهل الاختصاص أهل العلم الوعاد المرشدون الفقهاء الخطباء لكن احنا بغينا الشباب دي المنطقة ديك لنهار كامل شاد الهاتف النقال وكي شاد هنا وهناك وكي ضيع وقته خاصوا شكل يغد يعلموا وكي هناك الحمد لله الشباب اللي هما عندهم واحد العلم متطوعين غير تكون ديك الكتب كما ذكرنا تكون كتب الحمد لله مرخصة والكتب المرخصة معروفة يعني يكفي أن ما هو مقرر في الجامعات وفي المعاهد الشرعية هذا كما الكتب المطلوبة يعني ما غير جبش كتاب اللي هو ممنوع من التداول ذكرته من قبل كتاب معالم في الطريق لسيد قطب مثلا هذا كان كتاب ممنوع وفي مصر كان يعتبر من حتر عليه كأنما يعني جنحة جنحة كبيرة لماذا؟ لأن في أفكار تكفيرية والشابي لقر هذه الأفكار غدا يبدو يفكر أحد تفكير ضلامي رغم أن سيد قطب في ظلال القرآن رباني عنده تفسير في ظلال القرآن هذا قال عنه العلماء يعني رائد رائد في مجاله يعني لا يعلى عليه لكن في الكتاب الأخر معالم في الطريق كتبوا بأسلوب آخر فيه شدة وفيه عنف وفيه مواجهة ما نريد من الشباب يقرأوا هذه الكتب لأنها زرعة الأشواك وزرعة الدماء والسجون بين كتب لكتعلم الحياة كتعلم الدين كتعلم اليقين كتعلم التعاون التضامن التربية على حقوق الإنسان وكتعلم زرعة الإيمان في القلوب ومقام الإحسان مدارج السالكين إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعين لكي يتخرج لنا طلبة وتلاميذ يكونوا لعندهم النور للإيمان وعندهم المحبة للحياة وعندهم روح التضامن والتكافل وهذا نزرعناه مع العمل الجمعوي في الشبيبات المنتشرة في دور الشباب دور الشباب غير القول الحمد لله وحد تكامل وغيرتنا وحد نموذج المواطنين صالحين يعني ببساطة بدون تمويل كبير لا يحتاج إلى مجالس وإلى أغلفة مالية ضخمة وإلى تصويت على الهد آه مكتيبة علاقة الحال بالبساطة نسير نحو البساطة البساطة ولكن نتيجة قوية ومباركة أسأل الله تعالى أن يعينك على هذا العمل الخيري أخي عبد العلي وأن يفتح الله عليك فتح العارفين بالله ويجعلك من العلماء الناصحين آمين آمين يا ربي كريم وهذه فرصة لبعض الأحباب اللي عندهم كتب توراتية وحد مجموعة للناس كبار في سن عندهم مكتبات في بيوتهم أنا عن نفسي مكتبة كبيرة نحاول ما ممكن كل مرة نوزع واحد طرف نعطي تجهة معينة فهذه فرصة إليك إن شاء الله نسقوا منهم ومن هذا المساجد وهذا دور الشباب ونحطوه في هذا الكتب رادب الآن كالناس اللي مكبروا في السن ولكن ولادهم ما كيقرأوا الشريعة ولدين قاري الهندسة قاري الطب قاري الماركوتين ودوك الكتب كيبقوا هكذا عرضة للتلف فإليك كان ممكن توصلوا معهم إن شاء الله ونوضعهم في هذا المساجد القرب ونوضعهم في بعض الجمعية التربوية الإيمانية وغيرت كل فائدة مستمرة للجميع الله يبارك في الجميع اللهم آمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله